السلام عليكم حبيباتي عشركم بركة رمضان مبارك نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن احوال يا رب دائما معكم نسرين في وصفة جديدة من وصفاتي وصفتنا اليوم شربة العدس الاحمر بنينة والديدة وصحية بزاف يلا هنشوفوا الطريقة والمقادير توكلنا على الله في التنجرة على نار تكون متوسطة تجوج مع القكبار الزيت بصيلة صغيرة ورشلتها جيدة ونحمرها من بعد ندفع لها عندي جزرة واحدة حكيتها رقيق وعندي واحد العريش كرافس حتى هو وعندي بطاطة صغيرة حتى هي حكيتها وشوية القصبر معدنس نشحرهم شوية وندفع لهم التوابل مع القصغيرة كامون مع القصغير الملحة مع القصغير البزار مع القصغير قصبور مع القصغير خرقوم ومع القصغير الكاري لم توفر عندكم إلا ما متوفرش تديروا مكعب ماجي نشحرهم شوية ومن بعد ندفع لهم اترو الماء يكون دافئ وهنا هدا هو نوع دي العدس اللي انا كنستعمل فغادي ناخد تقريبا كوب دي العدس الأحمر غادي نغسله مزيان ومن بعد غادي نضيفه على المرق ديالي غادي نحركه مزيان وغادي نخلي الشربة ديالي تغلق ونسد على تنجرة ونخليها تقريبا على نار مهيلة مدة ساعة تقريبا ومن نساش مره مره نجي نطلع لها ونحركها باش ما يلسقش لي العدس هنا كيفما كتشوفوا معي بعد مرور ساعة تقريبا هكذا كي ولي شكل ديال الشربة ديالنا هنا شربة ديالنا كتكون وجدات بنينا هاد الشربة بززاف نتمنى انكم تجربوها بنينا وصحية وهنا شربتنا جاهزة نقدموها مع شوية ديالنا نعنا شوية ديالنا شوية ديالنا ساعة تقريبا ساعة تقريبا لا تنسوا وضغطوا على الجرس مع السلامة شكرا